انطلقت فعليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الذي أعلن تخصيص مقر دائم للمحكمة العربية للتحكيم بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة معربا عن الشكر والتقدير للرئيس السيسي للرعاية الخاصة التي أولاها للمحكمة معبر عد خالص الشكر والامتنان لما حظيت به المحكمة العربية للتحكيم منذ البداية وما زالت برعاية كريمة ودعم مستمر من فخامة السيد الرئيس الفتاح السيسي رئيس الأمورية الذي يدعم دوما لعمل العربي المشترك حيث تم تخصيص مقر المحكمة بمدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة وما زالت الخطوات تتوالى توصلاً لقيام المحكمة بدورها المنشود إن التغيرات المناخية الناجمة عن الاستخدام غير الرشيد للموادد الطبيعية والاعتداء المكحف والمستمر على النظام البيئي فرض على العالم بأسره تحديات متسارعة تعيشها الإنسانية اليوم بما كان لزاماً معهود على جميع الدول العالم من خلال دفع عجلة التنمية أن تسعى إلى تعقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على مستويات التقدم المنشود من جانب وحماية حق الأجيال المستقبلية في بيئة سليمة من جانب آخر ترجمة نانسي قنقر